هاف. النقطة اللي بعد كده بيقول لايك هنا ايضا بمعنى يشبه الوصفة. فقدر اقول هنا what do you think living in the mountain is really like. شكلها عامل ازاي الحياة في الجبل. زي ما كنا بنسألها بكده واطل زاويزة لايك. مشاكل مشاكل الطقس او ما هي حالة الطقس. وقدر اقول كمان he talks like his father يعني هو بتكلم مثلا بابا. هو بيشبه بابا. عامل زي بابا. he talks like his father. يبقى like اقدر استخدمها بمعنى يحب. اقدر استخدمها بمعنى يشبه او حرف جر بمعنى مثلا. ده بالنسبة للنوتس اللي عند. بعد كده مديني مجموعة حروف جر من خلال النص اللي موجود في الباب ستاني زي away from بعيد. think of او think about. think of او think about. لما بقول حرف جر زيادة او كلمة زيادة يا ريت بنكتبها عشان هنحتاجها بعد كده. يبقى think of او think about. ويجي لي بعدها يا اسم يا اي انجي. take someone to بياخد شخص يوصله زي ما اقول my dad take me to school. بابا بياخدني يوصلني المدرسة. يبقى take two. in the correct order. معناها مرتب ترتيب صحيح او بترتيب صحيح. at the end of. مهمة جدا جدا جدا. at the end of. في نهاية. in the summer. في فصل الصيف. وزيها طبعا ان مع فصول السنة الاربعة. communicate with. انها من شوية في الكلمات. communicate with. يتصل بي. مديني. بي رايت تو. معناها على صواب او عنده حق يكون محق ان يعمل حاجة دية. ادزة طوب اوف. في القمة. في القمة. عكسها طبعا ادزة بوتوم. لوتس اوف. هي نفسها الوت اوف. لوتس اوف. هي نفسها الوت اوف. بمعنى كسير من. ليف ان يعيش في. زي ما قول. اي ليف ان هاوس. او اي ليف ان تانتا. انما ليف ويز. يعيش مع اشخاص. فضروا اي ليف ويز مايجران معه. انا بعيش مع جدتي مثلا. take time two مهمة جدا جدا جدا. بمعنى يستغرق من الوقت. يستغرق من الوقت. لو قلت. it takes two hours to go to school. يعني بياخد مني وقت ساعتين عشان اوصل المدرسة. يبقى take time two مصدر. take time two مصدر. take زائد وقت ثم tool مصدر. feel زائد صفة. زي ما قول في الهابي او في الساد. feel جنبها صفة على طول. catch قبلين معناها يركب الطيارة او يلحق بالطيارة. come home بمعنى يصل للمنزل او يعود للمنزل. وكلمة هوم لا تسبق بتو. ما بيجيش قبلها حرف figure two. يبقى اسمها come home على طول او go home على طول او get home على طول. compare with بمعنى يقارن بي. يقارن حياته في المدينة بحياته في الارياف مثلا. يبقى اسمها compare with. make a video call. خلي بالي من الفعل اللي يستخدمه هنا قبل كلمة video call. او اي call. اي مكلمة او مكلمة video. فانا بستخدم قبلها الفعل make بمعنى يجري مكلمة video او بيعمل مكلمة video. هاجي بعد كده للنص اللي عندي لجزئية listening ده ها. من خلال ارائتنا لها هنعرف منها بعض الملحوظات اللي هي خاصة بالgrammar وخاصة باستخدامي للكلمات وكمان حروف الجر. يعني الجزئيات الازادية لازم نقراها كويس. اه. بتتبيحها مع السير في الحصة. والسيادتك وانت قاعد كده قبل ما تحل الاسئلة والتدريبات اللي عندك. لازم تكون بسيت فيها كويس. ليه? لان كل الجمل اللي قدامك هنا هتلاقيها موجودة عندك في الاسئلة. بيقول لي my family lives. يبقى اول حاجة عندها هاخد خطط كلمة lives. my family lives. in Cairo. but my dad works in Paris. الاسرة بتعيش في القايرة ولكن بابايا بيشتغل في باريس. باريس انهين اللي في فرانس اللي موجودة في فرنسا. ما نساش ان انا قلت هنا my family lives. معناها it lives. وهنا my dad works. معناها he works. واتفقنا قبل كده في المدارة البسيط. ان مع he او she او it. بستخدم الفعل الاخره is. he goes to the airport. he goes. ما قلتش go. قلت goes. لان he. he goes to the airport on Sundays. تفقنا قبل ايام الاسبوع on. and he catches a plane بيلحق بيه الطيارة to Paris اللي متجهة الى باريس. it takes five hours to fly. اهو. ده المصطلح اللي كان عندي من شوية. ليه take time to مصدر. take time to مصدر. يبقى it takes five hours. بتستغرق من الوقت بتاخد من الوقت خمس ساعات. to fly there عشان يطير متجها الى باريس. and then بعد كده. he catches قبلين هوم. بيركب طيارة عائدا الى مصر to egypt. on thursday. يوم الخميس. evening مساء. واتفقنا لو عندي thursday بس بقوله on. ولو عندي thursday evening برضو هقوله on. انما لو evening الوحدها فانا بقول in the evening. انما يوم ومعها فترة يعني زي صارة day و evening. هستغدم حرف جر on. he works very hard. هو هنا الفاعل we. we play. in the park and we play chess. وكمان بنلعف شطرنج. i love my dad. انا بحب بابا. and i am happy when he is at home. وبكون سعيد لما بيكون في البيت. ايا بتقول my grandmother and grandfather live. ليه live يا ستة آية? لان طبعا هنا grand father and grandmother معناها زي. اتنين همت يبقى live. لو اتكلم عن grand father بس هقول lives. my grandfather and grandmother live in south africa. بيعيشوا في جنوب افريقيا. they live next to the beach. بيعيشوا بجوار الشاطي. in cape town. في مدينة cape. they have a beautiful house. they have لديهم عندهم بيت جميل. we go to visit them. بروح نزورهم. visit them. بنزورهم. but it's a long way. ولكن المسافة بعيدة. it takes. بيستغرق من الوقت. twelve hours. اتناشر ساعة. to fly there. عشان نسافر لهم بالطيارة. i talk. انا بتكلم. i talk to them. بتكلم معهم. on the phone. i talk to them. يتحدث مع شخص. talk to them on phone. بكلمهم في الفون. but they don't have a computer. ما عندهم ش computer. so we can't make a video call. ما بنقدرش نتكلم مكلمة video. i would like. ليه? i'd like. i would like to. وانا اود لائك تو مصدر. would like to. مصدر. بتسوي. want to ومصدر. i'd like to see them everyday. حابة اشوفهم كل يوم. but i can't. ولكن مش هقدر. باجي بعد كده لجزئية تانية. اللي هي جزئية الفيديو سكريبت ده هي. بيتكلم هنا وبيدينا بعض المعلومات او الملحوظات عن رياضة قديمة اسمها سنت. ايه هي السنت دي? رياضة او لعبة شبيهة بلعبة اللي تشيس الشطرنج دلوقتي. كانت زمان بيسموها سنت. ودلوقتي اسمها تشيس الشطرنج. تمام? والسنت is a very old Egyptian game. لعبة مصرية قديمة. you can see it in this picture. شايفها في الصورة. it's about three thousand years old. يعني عمرها تلات تلاف سنة. look at these people at the veronic village museum. بص على الناس اللي في المتحف او في القرية الفرعونية ده هي. ان كايرو. they like سنت وهم كمان كانوا بيحبوا رياضة او لعبة السنت. today people play a game like سنت. هذه الايام الناس بتلعب لعبة. like سنت. شبيهة او مثلة لعبة السنت. it's called بيسموها تشيس الشطرنج. يبقى السنت ديت. like تشيس بتشبه الشطرنج. two people play chess. في اتنين طبعا من البشر بيلعبوا تشيس. ما هيش لعبة فريق دي لعبة لشخصين. each person كل شخص منهم has got white or black pieces. بيكون معاه هي اما قطع بيضة او قطع سوداء. it isn't an easy game. هي ليست بلعبة سهلة. ما هي السهلة. some people play it for six hours. ممكن نلعب لمدة ست ساعات. or more. او اكتر من ست ساعات. باسم امين. مين باسم امين? باسم امين is an Egyptian تشيس بيلير. يبقى هيجيب الهالي في جملة يقول لي باسم امين ده فوتبولر? ولا باسكتبول? بيلير? ولا تشيس بيلير? لا باسم امين ده تشيس بيلير. يعني لاعب شطرنج مصري مشهور. he is from Tanta. هو من Tanta. and he is very famous. مشهور. he is very good at tshis. وناخد خط تحت جدقات. بمعنى شاطر فيه او جيد فيه. وان جدقات بيجيلي بعدها يا اسم يا اي ان جي. تشيس is a popular game. يعني ايه popular? معناها famous. كلمة popular هنا معناها famous. لعبة مشهورة او محبوبة. اين ايجبت? في مصر. زرار من تشيس كلابز. يوجد طبعا نوادي كتير لشطرنج. and some children. بعض الاطفال. have تشيس لسونز. بياخدوا حصص في اشطرنج دهية افترسكول بعد المدرسة. they also play it at home. بيلعبوها كمان في البيوت. with their parents مع الوالدين. do you play تشيس? انت بقى كطالب في الاعدادي بعد ما قرأت الجزء ده. do you play تشيس? هل انت بتلعب اشطرنج? عشان تقول لي yes i do or no. I don't. باقي عندي في الدرس ده القطعة اللي هي بتكلم عن حكاية بنت يتيمة اسمها هدي. هدي is the story of an orphan. هدي هي عبارة عن قصة لي an orphan. لبنت يتيمة. she goes to live with her grandfather. راح اتعيش مع جدها in switzerland في switzerland. her grandfather is an old man. جدها ده راجل عجوز. he lives in a small house. بيعيش في بيت صغير. in the mountains. اعلى الجبال او في الجبال. and he has lots of goats. عنده معز كتيرة. he sleeps in a bed. بتنام البنت دية على السرير. in the attic. in the attic. يعني في الحجرة اللي موجودة اعلى السطحة. اعلى البيت او اعلى السطحة. in the attic of the house. she drinks goat's milk. she eats bread. وبتاكل الخبز. and cheese. والجبنة. every day. she walks. بتروح تتمشى. in the mountains. في الجبال. with the goats. مع الماعز بتوعها. her grandfather. ومع جدها. and peter. وبيتر. الصديق بتاعهم. she sees birds. بتشوف طبعا. اسناء مرورها. في الجبال. بتشوف ال birds. الطيور. والflowers. الورود. she's very happy. سعيدة بحياتها. اللي بتعيشها في الجبل مع جدها. but one day. ولكن ذات يوم. it is aunt. عمتها. arrives. بتوصل. and takes her. وبتاخدها to the city. للمدينة. it doesn't like the city. it. مش عاجبها المدينة. and she's very sad to be away from her grandfather. وحزينة ان هي هتبعد عن جدها. وعن بيتر. and the goats. and the goats. وعن الماعز بتوعها. heady has lots of adventures. heady لديها مغامرات كثيرة. in the city. في المدينة. بعد كده مديني exercise على مجموعة الكلمات اللي شفناها خلال الدرسة. اللي هي page 43. معايها حلها. بعد ما احفظ الكلمات كويس هطبق عندي على الاكسارسايز الاول هنا. بيت 43. وهكمل بعدها طبعا في 44. هنا بيراجعلي على جزئية. اللي هي جزئية المدارة البسيط زي ما قلناها من شوية. واحنا بنقرأ الدرس. اللي هي عبارة عن. ان انا بستخدم المصدر مع الاي والي 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 والي. بستخدم المصدر بضبط الاس او الاس او الاس او الاس مع هي او شي او ات. بالنسبة لي المدارة البسيط من فرب تو بي. هو عبارة عن ام او از او ار. ام ايز ار دول اسمهم المدارة البسيط من فرب دي. زي ما اقول ايام محمد دي جملة مدارة بسيط. ايام اليفن دي مدارة بسيط. ايام هابي ده مدارة بسيط. انما لو قلته ايام ايتنج ده كده اسمه مضارع مستمر بعد كده طبعا بيقول لي verb هنا verb to have المضارع من have هو عبارة عن have أو has قلت بستخدم has مع هي وشو ات بستخدم have مع I will we will you with they بعد كده بيقول لي خلي بالك من استخدام ظروف التكرار بتاعت سنة ستة ليه always ويوجلي وoffen وsome times وnever ما لهم دول قلنا طبعا بستخدمهم ككلمات دلة على المضارع البسيط يعني يجي لي معهم مصدر أو مصدر باس زي ما بقول she usually gets up early لو قال لي استخدم هنا I هقول له I usually get I usually get بيجي بها لي في الكورريكت يا ميادة ويقول لي she gets usually لا هقول له غلط الصح usually gets يعني ايه يعني always ويوجلي وoffen وnever وsome times ييجو قبل اي فعل ما عادة verb to be بيجو بعد verb to be تمام يقول she usually gets ما ينفعش اقول له gets usually انما بعد am وis وare اقدر استخدمهم عادي she is usually or she is always or she is never ده بالنسبة لظروف التكرار وازاي باستخدمهم ما نساش ان always ويوجلي ووفن وصمتايمز وnever ووانس وطويس هي اجابة على ادات استفام اسمها how often بمعنى كم مرة او كم عدد المرات how often كم مرة او كم عدد المرات زي ماقول how often do play football بتلعب كرة قدم كم مرة فبتقول لي i always play football واحد هيقول له i never play football بعد كده مديني طبعا السؤال بدو او does في بداية الجملة وطالما سألت بدو او does بيجي لي بعدها الفاعل ثم المصدر وجود do او does فاعل مصدر ما نساش ان انا لو بدأت بدو بجاوب بyes do او no don't انما لو بسأل بdoes he او she فانا بجاوب بyes she does او no she doesn't تاني طالما في دو او does في الجملة بعدها الفعل مصدر في don't او doesn't بالنسبة للنافي برضو بعدها الفعل في حالة المصدر هل هي عندي بقية الاكسرسايز بيت فورتي ناين وففتي وان وففتي تو معانا في الهوم وورك قبل ما حل راجع كلمتك الاول وراجع النص اللي موجود عندك وابدأ حل تمام يا شباب تمام يا سيد يا هاجر انا زعلان يا هاجر